مشروع سد مكحول يثير الجدل من جديد مخاوف كبيرة من زوال اثار مدينة اشور التاريخية وقلعتها القديمة والتي تعرف اليوم بقلعة الشرقات اكثر من 183 موقعا بعضها مدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو لكنه مهدد بالاندثار والغرق فالمنطقة التي تقع بين محافظتي صلاح الدين وكركوك سينشأ عليها مشروع سد مكحول والذي سيبلغ طوله قرابة 3600 كيلو متر مربع وبطاقة استيعابية تتجاوز حاجز ثلاثة مليارات متر مكعب عشرات من المواقع الاثرية ولعل من اهمها مدينة كارتو كلتي نورتا او مدينة تلول العقور في السحر العيسر من الشرقات وهي تعتبر العاصمة الخامسة للاشوريين وذات اهمية بالغة لعل هذه المدينة من اهم المواقع التي ستتأثر عند اكمال مشروع السد ويؤكد خبراء في المياه والجيولوجيا وجود مواد تفسية وصخور كلسية سريعة الذوبان ما قد ينعكس بشكل سلبي على جودة المياه في السد في حالة قامتها سيكون سدا غير آمن بسبب الطبيعة الجيولوجية للموقع وهذه اشياء اثبتت التحريات المباشرة او اعادة المباشرة بهذا السد هو قرار ارتجالي يعني لم يدرج هذا السد في قائمة المشاريع التي يجب ان تعملها الوزارة بل ان الوزارة الغت انشاء هذا المشروع منذ عام 2003 وكررت ذلك اكدت ذلك في 2010 2011 المنطقة معروفة بوجود عيون كبريتية في نيرجلا ممكن تلاحظها حتى اذا رحتناك اتلاحظها لهذه مع ازيادة الماء ايضا رح تزداد هذه النسبة من الزوبان والماء في خلف السد رح يكون ماء كبريتي بس ليس بالكثرة هذه بحيث تأثر على الشروب او السقي ومع هذا يجب احتياطات لدرق هذه المشكلة وبالمقابل تؤكد وزارة الموارد المائية المشرفة على انشاء سد مكحول تأمين كافة الاحتياجات للشروع بالعمل على ارض الواقع وبالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية في محافظتي صلاح الدين وكركوك وستكون هناك حملة تنقيب ثانية بالمواقع الثانوية اما المواقع الرئيسية فقد وضعت خطة لحمايتها ورصدت لها الاموال ضمن ميزانية المشروع وكذلك رصد كلف التعويضات وانشاء المجمعات السكنية البديلة المشاكل الجيولوجية التي تطرح في بعض الاحيان هذه المشاكل الجيولوجية هي عبارة عن طبقات جيولوجية ضعيفة او املاح كبريتية او اي شيء اخر العلم تطور في فترة الاخيرة جدا وبإمكان تنفيذ دايفرام والعماق قد تصل الى 120 متر تحت جسم السد وينفذ هذا الدايفرام ويتم معالجة المشاكل المتوقعة التي قد تحصل وتقول وزارة الموارد المائية ان العراق يواجه نقصا بالمياه وان سد مكحول سيعمل على توفير خزين مائي للارواء واقامة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والاستثمارية في المناطق المجاورة وهي ضمن محافظتي صلاح الدين وكركوك فضلا عن انتاج الطاقة الكهربائية من خلال اقامة محطات كهرومائية وتقدر انتاج المحطات التوليدية بـ 250 ميجا واط في الساعة الواحدة وعلى الرغم من فوائد هذا السد الا ان اهالي القرى المحاذية ابدو مخاوفهم من انشائه وعدم ايجاد بدائل حقيقية على ارض الواقع بعيدا عن تصريحات الجهات الرسمية اضافة الى العاصمة الاشورية الخامسة التي ستغمرها المياه بالكامل هناك الاف المواطنين مهددين بترك موطنهم الاصلي والنزوح الى المجهول بحسب اهالي القرى المجاورة للسد الذين اكدوا عدم وجود ضمانات لتعويضهم مطالبين الجهات الدولية بالتدخل الفوري لانقاذ حاضرهم والماضي المتمثل بالارث العالمية من موقع انشاء سد مكحول شمالي صلاح الديين عمر الهلالي الحرة